بنسعد بمتابعتكم يعني بالعالم دائما كبار السن عندهم أمراض مزمنة والأمراض المزمنة هاي تحتاج إلى أكثر من نوع علاج وأنواع العلاج هاي المتعارف عليها تتاخذ مثلا على فترتين باليوم بالليل وبالنهار أو الصبح والمساء والمتعارف عليه دائما أنه بنمسك حبات الأدوية هاي كاملة ومناخدهم مرة وحدة هاي الأدوية إلها تفاعلات وإلها كمان خصائص معينة بتروح من خلال التفاعلات الكيميائية بصير في عنا إشي اسمه تدخلات الغذائية الدوائية لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع رح تكون ضيفتنا في الستوديو اليوم معنا الدكتورة أمل حدات استشارية التغذية العلاجية والصيدلانية الحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم مش بس عربيا ولا دوليا عالبيا يسعد صباحك الدكتورة أهلا وسهلا صباح الخير يعطيكم ألف عالي الله عافية البداية كانت وصلت الصورة ممتاز كتير أنه دائما نركز على هذا الموضوع لأنه ما بنلاقي له كتير انتشار واسع أو معرفة دراية في مجتمعنا وكونه بنعرف أنه بالأون الأخيرة قدي في عنا أمراض مستجدة وقدي في مشاكل صحية وقدي الناس تأخذ كتير أدوية سواء كانت أدوية كرونيك ديزيز أو حتى على سبيل المثال زي المكملات الغذائية والفيتامينات صحيح يعني إحنا زي ما عم نشوف زي ما حكا زميلي برضو في عنا قلة وعي في هذا الموضوع وخصوصا أنه إحنا كمان بدنا نركز شوي على فئة كبار السن اللي ممكن هم بعد الأوقات في عندهم مشكلة بالنسيان فممكن أوقات حتى الأدوية تضارب عندهم خلينا نشرح للمشاهدين أكتر ما معنى التدخلات الدوائية الغذائية وكيف ممكن إحنا ندير الأدوية مية بالمية هل التدخلات الدوائية الغذائية أو الدوائية الدوائية هي أخذها أو ربطها مع أشياء قد لا تتناسب مع هذا المركب الكيميائي بالدواء يعني مثلا فيه كتير ناس بيستسهلوا ويأخذوا حبة الدواء مثلا مع الحليب أو مع العصير أو مع كاسف المناظر أو بدون أي شيء لا إحنا اليوم لازم ننوه نقول أي حبة دوائية حتى لو كانت مكمل غذائي فيتامين بتركيزها الأبسط يعني لازم كاسة مي لازم كاسة مي ما بنحكي شفتين لازم كاسة مي عشان يتم امتصاصها بطريقة سليمة ويتم الاستفادة منها النقطة الثانية التداخل الدوائي الغذائي هي هاي أنه أنت ما بتاخدها مع أي مادة تانية قد تعترض فيها قد تسبب بتفئد من خواصها الفعالة ممكن تسرحها ممكن تبطئها وهيك أنت ما رح تاخد الفائدة اللي هي كان الدكتور أنه يعطيك لهذا السبب نعم جميل وهذا بينعكس أنه بنلاقيهم أول سنة بتمرق السنة الثانية كان بيأخذ حبة أو حبتين صار يأخذ تلات حبات قربة حبات وأشياء تانية مش من نفس النوع لا أشياء تانية بصير عنده مشاكل تانية صحيح جميل هاي من الأشياء الكتير مهمة هذا كتعريف مبسط لإلها والتداخلات لما نيجي نحكي الدوائية الدوائية ممكن بيكون مأخذ أدوية القلب والضغط والسكر والدرات البول مع فيتاميناته التانية فهون بيصير تداخلات كيميائية مع بعض نعم جميل إحنا حكينا شو تأثير هذه التداخلات على الدواء طب شو تأثيرها على المريض التأثير على المريض ما رح يستفيد إذا إنه بدنا نخفض له الضغط ممكن ما يستفيد إذا السكر دائما عالي عنده وتم خلل في الدواء مع تداخلات الدوائية الغدائية قد يعطي دبل إفكت يعني ممكن ينزل له الضغط عالي كتير فهي الأشياء مش كلها أعطينا فيها دراسات كاملة إنه نبين لكل جميع أنواع الدواء إحنا بنحكي فوق يعني أسماء كبيرة من الأدوية وصناعات كتير عالم كبير الدوائي عشان هيك إحنا اليوم ما رح يكون إنه كل مادة فعالة بهذا الدواء نشغلت مع المادة الفعالة الثانية من هذا الدواء وشو عم تعمل تداخلات بس هناك فيه بعض الأدوية اللي أثبتت إنه تداخلاتها مع بعض بتسبب مشاكل لزي لما نيجي نحكي أدوية الميتفورمين بتركيباتها كلها اللي هي أدوية خافضات السكري هاي بتقلل طبعا من امتصاص البيتول بتقلل من امتصاص بعض الفيتامينات الخاصة وهنا بنلاقي إنه بيرجع ويعطوا مكمل غدائي فيه بعض الأعراض الجانبية اللي بتسبب لنا مشاكل بالجسم لذلك لازم نكون درسين الموضوع مع الطبيب مع الصيدلاني وأخصائي التغذية ليكون هذا الشخص عم بيأخذ الدواء بطريقة سليمة وأكله يكون بالوضع السليم طب دكتوري خلينا نبلش هلأ إحنا بتدخلات الدوائية الغذائية لأنه ممكن لم يكون فيه إحنا أدوية نستشير الطبيب بس فيه أوقات يعني خصوصنا بنحكي إحنا عن أمراض مزمنة يعني كبار السن متعودين ياخدوها من سنين خلينا شو أكتر الغذاء أو شو أكتر الأطعمة اللي ممكن تأثر على الأدوية اللي بتتأخذ الأمراض المزمنة إحنا عم نحكي عن كبار سنين يعني ضغط سكري شو أكتر الأطعمة الشائعة اللي بتأثر على هاي الأدوية مية بالمية أول إشي عنا الكفاين اللي هو الأهوة الشاي النسكة فيه والناس كتير بتفكرة منقول الكفاين هو فقط الشاي والأهوة أو النسكة فيه بس هناك الشاي الأخضر برضو فيه من الأشياء منها الببسي فيه منبهار فهاي الأشياء اللي هو مادة الكفاين فهاي الأشياء برضو بتعترض بعض أنواع الأدوية وإحنا بنلاقيهم متقارب جدا يعني هو عم بفتر الصباح بيتلاقي بيشرب كاست الشاي مع الأكل هنا كذلك فيه مشاكل صحية بين الأشياء اللي عم نشربها مع الأكل وهذا بنلاحظ عليها اللي هو عندهم الريفلكس اللي هو مشاكل الحموضة أثناء ما بيصير عندهم دايما مشاكل المعدة أو بياخدها على معدة فاضية وبياخدهم كلهم مع بعض التأثير اللي بيأثر أنه بيصير عندي ارتفاع بحموضة المعدة بتسبب له الشعور بالإقياء والاستفراغ فبتطر بياخد أدوية بتطبط عمليات أو بتقلل حموضة المعدة لما نطبط عمليات حموضة المعدة هو نقل الامتصاص من هاي الأدوية دوامة أدوية فهي دوامة أدوية عشان هيك لازم يكون في الإدارة الدوائية الغدائية كيف تصحى الصبح كيف تبلش نهارك عدد كاسات المي أنواع أدويتك كيف تاخدها بالترتيب في إشي قبل الأكل في إشي مع الأكل في إشي بعد الأكل لازم تسأل طبيبك وتسأل الصيدلاني من بعد ما طبيبك تتأكد شو اسم الدول تاخده والجرعة الدوائية تنزل للصيدلاني يشرح لك كيف طريقة أخذها مع إيش بتم انتصاصها شو المواد اللي بتتعارض معها ودور أخصائي التغذية اليوم بيساعدك إنه كيف يعمل لك النظام الغدائي اللي ما رح يأثر على نوعية أكلك يعني لما نيجي نحكي في بعض أنواع الأدوية بتقلل من انتصاص الحديدة وتقلل من انتصاص البيتولف إحنا اليوم دورناك أخصائي التغذية نركز ونعزز على المصادر الغدائية الموجودة في هاي الفيتامينات عشان نقدر نعوضها بشكل طبيعي جميل طيب شو هي أهم البرامج الغذائية للأمراض المزمنة اللي ممكن تكون موجودة ممتاز كثير مية بالمية طبعا هذا الإشي كثير مهم فاحنا بنلاقي الناس بتكون زعلانة إنه معها سكري ومشاكل قلب وضغط ويكما بدأ أكل بأكل بس وجبتين خطأ شائع جدا بين كبار السن إنه بأكل بس وجبتين لازم ناخد ثلاث وجبات وتوسناك يعني ثلاث وجبات رئيسيات معتدلين بسعرات الحرارية ووجبتين خفيفات عشان نوزع هدفنا نوزع الأدوية على عدد الوجبات اليومية ويكون في إلها امتصاص صح جميل طبعا هلأ نحكي شوي عن التدخلات الدوائية الدوائية برضو خلينا شوي مكون مركزين إحنا على الكبار بالسن والأمراض المزمنة لأنه زي ما حكينا والأكثر في آيان معرضة بالضبط الضغط والسكر يعني نحكي حي نسبة كبيرة من الأردن مصابين في هاي الأمراض المزمنة شو ممكن نكون في أدوية وخصوصا الأدوية اللي إحنا بناخدها فعالية الأدوية اللي بناخدها للأمراض المزمنة يعني إحنا أنا ما نيجي نحكي أدوية ممكن إحنا اليوم عم بنشوف الكل يعني صغير وكبير عم بياخد فيتامين دال بالعيارات العالية بكل بيت صار فيه دكتور ما شاء الله عليه بفتي بالأمور يعني آه بقولك أمي وأبوي بياخدوا فيتامين دال خلينا أخذها لا والحب الشهرية أو الأسبوعية العيارها العالي بدنا ننوه على شغلين حتى لو كان اسمها فيتامين دال هناك تصنيف عالمي وعندنا إياه بالمؤسسة عام غداء ودواء عند التسجيل لما نيجي نقول فيتامين دال إذا كان عياره من مثلاً 800 لـ 400 إنترناشونال دولية يونت وحدة دولية هون بيكون هذا تصنيفه مكمل غدائي ممكن ياخده بس بإشتشارة الطبيب أو صيد اللاني عشان يقدر حسب إيش الأشياء اللي بياخدها اللي هو كمكمل غدائي أو حسب العمر يعني فيه إشي اسمه RD يعني احتياجاتك والتوصيات العالمية لإلك من الفيتامينات إذا ما كانت كافية بالطبيعة أكلك فيه إشي تاني بيختلف اليوم بالتصنيف اللي هو لما يكون عياره ألف يونت وحدة دولية إنترناشونال وتوصل لخمسين ألف ميلي جرام هون تصنيفه مش فيتامين هو اسمه فيتامين دالوة إنما هون تصنيفه دواء لازم وصف الطبيب ما بيصير ناخد الفيتامينات على عتقنا ولا البيتول في الإبر ناخدها على عتقنا ولا الأشياء اليوم عم بنشوفها زي الزينك والمجنيسهم وما شابه أفتر كورونا يعني بالذات ما بعد الكورونا تعودنا عن زينك كله عم بياخد فيتامين سي فيه تصنيفات عالية ما بتكون تصنيفها هي اسمها فيتامين وإنما التصنيفها دوائي وقد يسبب لنا مشاكل وعشان هيك إحنا بنحاول على أننا بنقدر من خلالكم طبعا إنه نوصل التوعية لكل مجتمعنا لا تاخد إشي إلا باستشارة طبيبك طيب جميل هلأ اليوم إحنا بنحكي عن هذا أحد الأخطاء الشائعة الموجودة عند المرضى أو عند الجميع خلنحكيها أول بعض إيش فيه كمان عندنا أخطاء شائعة الناس قادة عم تعملها بتصرفاتها الدوائية يعني أنا كيف أتعامل مع الدواء 100% هلأ المحافظة على سلام الدوائية فيه كتير ناس بتكون مخليها بجبتها أوكي أو إحنا بنحاول إنه نقول لهم تخلوها بإشي اسمه بالبوكس اللي هي المعاقمة تكون نظيفة العلبة لا فيه ناس بحطه بجبتها وهيك يعني عادي زي ما هي نفكرها أو بكيس نايدا لا حتى يريد بكلينكس أو فاينة بتلزق الفاينة عليها أعا بتلزق الفاينة عليها أو بتنترك بالسيارة بالذات اللي بيأخذوا بعض أنواع الهورمونات زي التايروكسين تعالغود الدرقية أو الأنسلين هذا كتير مهم لأخذ الجرعة بالموعد المناسب وبالوقت المناسب وهدولا كتير حساسين للضوء للحرارة لأشياء كثيرة فإحنا لازم ننتبه وين نحافظ عليهم الناس اللي بتاخد كتير البروبايتك اليوم عم نسمع عنه البكتيريا المفيدة بالذات بهذا الموسم هلا لأنه عندنا كتير التهاب الأميبي وبين الفصول والحساسية بيصير التلبكات المعاوي يصغر وكبر البروبايتك له طريقة خاصة فيه بعض أنواع البروبايتك أنه لما نفتح العلبة لازم تنحط بالتلاجع فيه نوع ثاني لازم يحتفظ بدرجة حرارة معينة لا نستهتر بهذه الشغلات لأنه هي هاي اللي قد تخرب الحب الدوائية وانت مفكر حالك عم تاخدها فيه كتير ناس تفتح العلبة وبتشكل من كله تحطها بعلبة واحدة عشان تقول لك أنا أخذ علبة واحدة معي وأنا حفظاهم شهمة حفظاهم بالألوان هنا ممكن يتفاعلوا لأن الحب الدوائية ما أجد فيها بس المادة الفعالة أجد فيها مواد حافظة مواد متبطة مواد تحافظ على الأشياء كتير فيها الشكل الصيدلاني في كابسولة في جلتين في تابلت فيه أنواع مختلف هذا كله له تأثير كتير كبير لازم نحافظ على العلبة الدوائية زي ما هي تاريخ الانتهاء والانتاج كتير بنلاقي ناس بياخد منها آه والله منتهي عادي لو منتهي ستة شهر لا احنا عنا قناعة أنه احنا بعد ثلاثة شهر بتنتهي مش على التاريخ الحالي بس دوبيت حكوا علينا عشان أغراض تجارية حتى مش أغراض تجارية عشان ما تكبهاش بالبيت الأم والأب شوي بيكونوا حريصين عادي تزبط معك لا مش عادي مضادات الحيوية عند الأطفال تنفتح وتنحط بالتلاجة برضه مش عادي مضادة الحيوية خلص له كورس معين بعدين بتم إطلافه أطرات العيون برضه من الأشياء المهمة لو كانت مليانة وما استخدمتها لمرة أو مرتين هي معدلها فقط من ثلاثة لأربع أسابيع لذلك لازم ننتبه على هاي التعليمات مهمة جدا ونحاول نقرأ إيش موجود في علبة الدواء عشان ما يصير في عنا مشاكل دائما استشارة الشخص المناسب والطبيب هو أهم إشي شكرا إليك جدا لازم دائما نوعي بهذا الموضوع لأنه ممكن يأثر علينا حتى على المدى البعيد دكتور أمان شكرا كثير إليك نورتينا اليوم بالاستيديو شرفتين أن نورتينا دكتورة يعطيكم ألف عمر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة